أتلو أن أحب بضيفتنا التي تنتظم في استوديوهات الأخبارية السورية الشيخة آسيا الماشي شيخة آسيا مساء الخير مساء النور شيخة آسيا مساء الخير تسمعيني مساء النور نعم أسمعك أخي طبعا عظم الله أجوركم طبعا الشيخة آسيا استشهد عذب من أقاربها باعتداءات لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة التي يسكنهم فيها هذه الاعتداءات شيخة آسيا نلاحظها بأكثر من مكان وفي أكثر من توقيت طالما أن هناك تقدم للجيش يرد الإرهابيون في داعش وجفة النصر وبقية المسميات الأخرى بالاعتداء فيها على المواطنين السوريين ما هي الرسالة التي توجهناها طبعا الرحمة على شهداء سوريا الحبيبة كاملة والرحمة على أرواح أخوتي وإن شاء الله يكونون من الشهداء صار التفجير اليوم الساعة 12 بالليل ليلة هاي الماضية استشهد يدعش شخص من أخوتي تسعة أولاد عمي ثنين الرسالة التي أوجهها هي بدرجة أولى للخارج للفكر التكفيري أحب أن أقولهم أنه خسئتم لا يمكن مستحيل أنه إحنا ننهزم مهما فجرتم ومهما استخدمتم من وسائل إرهابية ضدنا إحنا صامدين سوريا أنا والأرض أنا إحنا حماة الأرض والعرض لا يمكن نترك سوريا ولا يمكن نترك وطننا ولا يمكن نتخلى عن مبادئنا وقيمنا وأوجه رسالة للعشائر الشيوخ العشائر بشكل عام هؤلاء الرجال النشامة أن نتحركهم لا يمكن هذا الفكر التكفيري يترك أي حدا من شره نهائيا أنا أتمنى الكل يتحرك لأنه اللي معاهم واللي ضدهم واللي قاعد بمسوي شيء هذا ولا يعني فكر تكفيري يفجر الأطفال والنساء والشيوخ والإرهاب إذا ما نقوم إحنا نكون إيد وحدة ونكون بقلب واحد ونكون كنا صامدين ندافع عن سوريا الحبيبة ندافع عن وطننا الحبيب ندافع عن كرامتنا أكيد الدور جاي على الكل هاي رسالتي وأوجه رسالة للعرب العرب المتصاهينين أقولهم سوريا دائما هي حاميدكم ورح أظل حاميدكم رغم أنه أنتم صرتم الأدوات وأنتم صرتم الوسائل اللي تحاولون تدمرون بها سوريا أنتم بنفس الوقت جاعت دمرون أنفسكم أصحهم يا جبناء أصحهم يا أغبياء أصحهم يا ذيول الغرب سوريا رح أظل هي العامود الفقري وهي المحور الأساسي لكرامة العرب ولكرامتكم هاي رسالتي اللي أوجهها أظهر الله أجورنا وأجوركم والله يرحم الشهداء ويرحمنا فيهم تبقين معنا شيخ أسيا شيخ أسيا بالتأكيد أديك إتصالاتك مع بعض الأقرباء مع بعض الأصدقاء في المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون هناك تخوف من دور العشائر تخوف من دور المقاومة التي في كل يوم لديها عمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي ماذا تخبرنا عن ذلك طبعا بالتأكيد العشائر لها لازم يكون لها دور هي لها دور إيجابي ولكن مو كما يجب ولكن أتمنى رسالتي أنا اليوم كأخت شهداء أعتز وأفتخر بيهم وأكيد أنا ماني حزينة بالعكس أنا مفتخرة وأنا أبارك لنفسي على شهادة أخوتي لأنه هكذا نحن النساء السوريات الأمة السورية والمرأة السورية مهما قدمت دائما تشعر أنه سوريا أغلى من الجميع هي أغلى من الأخ وأغلى من الإبن وأغلى من أي شي أكيد في دور للعشائر أكيد بالنهاية أي مشروع بدهم يمررونه لتمزيق سوريا أو لتقسيم سوريا أكيد بالنهاية العشائر راح توقف وما راح تسمح بهالشي مهما كان الثمن وما راح يرهبونا شو ما ساوهم أبدا ما يرهبنا الموت ولا عدد إحنا تعودنا إحنا كسوريين أخذنا على عاتقنا الشهادة أو الكرامة والكرامة لا تأتي إلا بالشهادة سوريا راح تظل صامدة بأبطالها أبطال الجيش العربي السوري بالشعب الصامد الشعب الوفي الشعب الصادق بقائدنا القائد القدوة القائد الذي أعجز وعجز العالم بصموده وبحكمته وبسياسته كلنا إحنا مع وطننا إيد وحدة حاولهم يزرعون الفتنة بيناتنا الطائفية فشلم حاولهم يحطون بيننا وبين جيشنا الشعب والجيش حاولهم يخلون الثقة تنفقد ولكن فشلم كل المخططات فم فشلت بصمودنا إحنا كشعب وكجيش وكقائد إيد بإيد مستعدين لأكثر نقولهم إحنا فجرهم ودمرهم وإرهبهم قد ما تقدرون أبدا ما رح تنتصرون علينا سوريا نساؤها رجال رح نظل صامدين رح نظل ندافع عن سوريا هكذا تعلمنا هكذا علمتنا مدرسة القائد الخالد هاي سوريا سوريا العالم كله يتعلم من صمود سوريا من صمود جيش العربي السوري من صمود رجال سوريا من صمود شعب سوريا من صمود قائد سوريا هذا القائد الأسطورة والرحمة للشهداء الله يرحم شهداءنا إن شاء الله يا رب تبقى معنا دكتور رياض عود للشيخة آسية رغم كل هذه التفاصيل التي تجري في الجانب الميداني والسياسي الخيار الذي يجعل السوريين يقاومون اليوم هو خيار الصمود خيار المقاومة في بديل شيختنا عن هذا الخيار لا أبدا أبدا الصمود والمقاومة والوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري حصرا ولا أي جهة ثانية كل الجهات الثانية هي مزيفة حصرا المفروض الشعب كله من عشائر وغير عشائر كل الشعب المفروض تكون بندقيته إلى جانب بندقيت الجيش العربي السوري هذا الجيش الصامد هذا الجيش الجيش الوفي هذا الجيش البطل هذا الجيش اللي هو حقيقة هو اللي يدافع عن الأرض وعن العرض بدون أي غاية غايةه الوحيدة هي تحرير سوريا أو الشهادة هذا الجيش أولادنا من يومين كنا أول تمبارح كنا بمشفية تشرين نزور جرحة الجيش أجل دكتور قاسم حضرج من لبنان الشقيق فزرنا هؤلاء الجرحة الأبطال كل جريح من محافظة ابن درعة كان يدافع عن حلب وابن حلب كان يدافع بالحسكة وابن الحسكة يدافع بدير الزور هذا النسيج السوري لأجل هالشي هذا سوريا صامدة ونحن نظل صامدين ما بخيار إلا المقاومة وإلا الصمود وإلا القوة القوة هي بالصبر والقوة هي بالمقاومة وليس بالمساومة نحن شعب تعلمنا أن نقاوم ما تعلمنا أن نساوم لا يمكن يرتفع على أرض أو في سماء سوريا إلا العلم العربي السوري لا يمكن من الحسكة حتى درعة كل الشعب كشف المؤامرة أخي الكريم المؤامرة واضحة المؤامرة صارت لما يشوف المؤامرة سواء من داخل سوريا أو خارج سوريا هو أعمى فالشعب السوري كشف المؤامرة وهذا أهم شيء أن الشعب السوري من الداخل كشف أبعاد هذه المؤامرة النجسة المؤامرة التكفيرية المؤامرة الوهابية المؤامرة الأمريكية الصهيونية كنا كشفنا هذا الموضوع كنا في داء سوريا كنا في داء كرامتنا وعرضنا وعرضنا رحمة للشهداء رحمة الأرواح أخوتي عبد الكريم الماشي عيسى الماشي محمد الماشي عبد الستار الماشي ترفى الماشي لا أعرف إذا استشهدت أو لسه آسيا الماشي بنت أخوي ابن أخوي مصطفى الماشي محمد الماشي علي الماشي كلهم الرحمة لأرواحهم أنا فخورة فخورة بهذه القافلة أنه إحنا بيت الماشي طول عمرنا إحنا أوفياء للوطن ولقائد الوطن يمكن غيرنا ما يذكر قائد الوطن إحنا نفتخر لما نذكر قائد الوطن لأن قائد الوطن هذا الرجل سواء القائد الخالد حافظ الأسد الله يرحمه أو القائد الدكتور بشار الأسد الله يحميه هذا القائد فخر لكل العرب مو بس للسوريين وأنا أفتخر بأننا نكون أوفياء ونقدم التضحية لوطننا ولقائد وطننا لأن هذا القائد هو قائد أسطوري والله يحميه يا رب ويحمي الجيش ورح ننتصر صدقوني رح ننتصر إن شاء الله وتحية لكل أم شهيد ولكل أمرأة سورية إحنا مهما هذا الدمام رح نبني ومهما قتلوا من أولادنا سوريات جيابات مثل ما يقولون إحنا رح ننجب الأبطال لأنه هيك نشأنا والرحمة لكل شهداء الوطن أعظم الله أجوركم وأجورنا ونبارك لكم شيخ أسيا بهذه الطاكلة من الشهداء بالتأكيد هي التي تجعل سوريا تستمر هذه الدماء الطائرة التي تسيل الشيخ أسيا الماسي شكرا جزيلا لك على وجودك معنا رغم مصابك الأليم رغم ما تتعرضون له لكن هذه هي سوريا صامدة بوجه كل ما يحق لها شكرا جزيلا لكم